2018 ابتدى احنا في يناير وليه نخلي 2018 زي 2017 زي 2016 ليه زي السنين اللي فاتت وابقى على طول تعبين ومهموم وشايل قصص كتيرة جدا من وانا صغير يمكن من بيت اهلي من علاقتي باهلي يمكن من المدرسين يمكن من حاجة صدمات تانية في الحياة حصلت ليه بقى شايل الكر والحزن والغضب وحاجات كتير قوي صدمات كتير قوي يمكن غيرة يمكن حاجات كتير ليه افضل شايلهم طول العمر معي متقلني وممكن يكون بيجي بولي صدع كتير قوي مزمنة او صدع كده او بيجي لي اوجاع كتير او بروح للدكات تقولي والله ما فيكش حاجة ده تلاقيه سايكو سوماتيك حدا يكسترست هيكروح بس ارتاح شوية ما هندومش حاجة يعملوها لان انت عضويا شكلك كويس ما فيش مشكلة ولكن المشاكل دي المشاعر دي القصص دي اللي انا شايلها طول الوقت مؤثرها على كل الاجهزة كل واحد طبعا حسب هو حساسة دقيه للموادية وحسب الموادية اللي حصلت له في حياته طب ليه افضل كده والنهار ده العلم ورانة ان في حاجة اسمها تقنية التخلص من المشاعر السلبية تقنية التخلص من المشاعر السلبية او emotional freedom technique التحرر بتساعد ننشيل المشاعر دي اللي هي فعلا كأنها كائنة جوه الجسم بطريقة معينة هي بشفرة وهي يعني عملي قزية تعباني بخليني على طول بغضب بخليني على طول حزين على طول مش عارفة بتسم على طول حساس بتقلع على صدري فيه ناس بتقولي مش عارفة تنفس اين كان المشكلة بس انا مش في السعيد انا مش مرتاح انا مش مبسوط في الدنيا اه فانا ميلاد السكاري انا تعلمت العلم ده واستخدمت عليه وعلى ناس كتير الاف الناس استخدموه بعد ايا وبدرب الناس عشان يبقى فيه ناس اكتر مدربين بس بالطريقة العلمية ومعتمدين عالميا انا معتمدة عالميا عن طريق منظمة الاعمت ومنظمة دي عالمية بنضمن ان العلم اللي انت بتدرسه بتعلمه صح وان انت لو سعيدت الاخرين نفسك او عيلتك او حتى عملتها كشغل لك بعد كده تبقى انت مدرب فعلا وعلى مستوى عالمي الاعمت دي منظمة عالمية ممكن تدخلوا عليها جوجل بسهولة جدا تعرف مين معتمد ومين مش معتمد في مصر ما فيش حد معتمد حتى في المنطقة العربية من الاعمت الا انا وانا حبيت اعتمد وابقى على نفس المستوى عشان نجيب العلم لبلادنا على نفس المستوى يهمين ان الناس تتدرب على صح عشان تاخد النتائج الصح اللي عايز يتعلم السنة دي عشان يغير حياته يغير حيات ولاده يغير حيات ناس اخرين ممكن يشتغل بهذا العلم ويبقى مدرب او براكتشنر او ممارس للإيف تي يتعلم العلم صح عشان حتى لو راح اي بلد يبقى معه شهادة فعلا دولية اللي عايز ابتدير الكورس في فبراير السبت الجاي حنبدأ ان شاء الله في اللي هو هيكون فبراير 3 وطبعا هندي كذا مرة في السنة عشان نعزي الناس يبقى مدربين كويسين على اعلى مستوى مهني في مصر دي من المشن بتاعتي كمان عشان انا عارفة دي الطريق للراحة دي الطريق الى الراحة انا عايز الناس انتعارفين كده بي اسموا راحتك في ايدك انا عايز الناس يبقى مرتاحة وسعيدة وكمان اكتر من كده انا عايزة حياتهم تبقى روعة مجنفسنت يور مجنفسنت لايف ليه حياتك بتبقاش روعة يعني فكرة ده ممكن جدا لو الواحد بس يتعلم يشيل شوية من حاجات دي وتعلم زي يفهم نفسه اكتر ويحب نفسه اكتر وكل ده بيحصل مع التقنية دي تقنية التحرر التحرر من المشاعر السلبية تخيلوا تحرر كأن يعني كده حاجة محتل لك محتلة جسمك التحرر من المشاعر السلبية بتعمل حاجات كتيرة جدا منها انتساعدك كمان جسمك يتعافى اكتر من المرض اللي هو فيه عشان هو بيخلي الجسم قادر على الاقل يقاوم والمناعة بتاعته تعلها العايز الارف اكتر ترسلوا معايا على الصفحة دي او بعتولي على كلموني على زيرو مية تلاتة تلاتة ربعة سبعة تلاتة ستة تلاتة او يعني اتواصلوا معايا عشان الكورس اللي عايزي يغير حياته بحيث الفين وتمنتاشر تكون السنة اللي تقولوا دي السنة اللي انا غيرت فيها حياتي زي المئات او الالاف اللي اشتغلت معاهم وقالوا نفس الجوم لدي اهلا بيكم